السلام عليكم اليوم سنحكي عن علاج الجديد للصراع اللي هو اللاكوزامايد أو الفينبات اللاكوزامايد يعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصراع ويعالج أكثر من نوع الصراع واليوم صار استخدامه أكثر لأنه كان زمان فقط الفينبات وهو يعتبر غالي جداً والآن في أدوية بديلة اللاكوزامايد الجنريكس وصار استخدامه مشهور بشكل أكبر العراض الجانبية له اللي هي الدوخة والغثيان عند استخدام هذا الدواء في البداية ويمكن يؤثر على الكهرباء في القلب عند حالات نادرة طبعاً دعنا اليوم نحكي بالتفصيل عن دواء اللاكوزامايد ونجاوب على أهم عشر أسألة عن هذا الدواء سؤال أول ما هي أنواع الصراع اللي يمكن استخدام اللاكوزامايد فيها اللاكوزامايد يعتبر دواء واسع الطيف يعالد جميع أنواع الصراع مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكي سمحت باستخدام اللاكوزامايد عند حالات الصراع البؤري من عمر شهر فما فوق وعند حالات الصراع العام من عمر أربع سنوات فما فوق ويمكن استخدامه في حالة الحالة الصراعية التي هي status epilepticus لما يكون فيه تشنجات ما بتوقف عن طريق حكم وردية بتنعطى في المستشفى ما هي طريقة عمل اللاكوزامايد؟ اللاكوزامايد أو الفينبات له طريقة عمل فريدة من نوعها وهي الوحيدة في جميع أنواع أدوية الصراع ويعمل على توقيف كنوات السوديوم البطيئة في عنا كنوات سوديوم سريعة للكنوات السوديوم تشتغل عليها وفي عنا كنوات السوديوم البطيئة اللاكوزامايد هاي اللاكوزامايد وهي بتأدي إلى استقرار السيالات العصبية في العصاب وبتخفف حدوث نوبات الصرع وكمان يمكن انها تطبط عمل احد البروتينات اسمه CRMP2 هذا البروتين مسؤول عن نشوء النوبات الصرع ونشوء الصرع وان شاء الله هذا يمكن يؤدي الى منع حدوث الصرع في المستقبل كيف نعطيه جرعات الليكوزاميد؟ لوحس نلحظ انه الليكوزاميد متوفر على طريق اقراس عن طريق الشراب وكمان محلول وريدي لاستخدام في المستشفى نبدأ بعلاج الليكوزاميد بجرعة 50 ميلي جرام مرتين يومياً صباحاً ومساءاً ويمكن تأخذها بعد الاكل او قبل الاكل ما في مشكلة ومنخلي هاي الجرعة لمدة اسبوع بعدين بنزيدها لـ 100 ميلي جرام مرتين في اليوم ويمكن انه نعدل الجرعة ايامه اكثر او اقل بعدها حسب الحالة الصحية للمريض وحسب العراض الجانبية وحسب توقف النوبات ام لا في الاطفال بنبدأ الليكوزاميد بـ 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل جرعة وهي بنعطيها صباحاً ومساءاً مرتين في اليوم وبعدين بعد اسبوعين بنزيد الجرعة باضافة نصف ميلي جرام او 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل جرعة يعني بنبلش في 1 ميلي جرام بعدين 1 ونص او 2 ميلي جرام لكل كيلو جرام صباحاً ومساءاً ويمكن انه نزيد الجرعة اكثر حسب حالة المريض والعراض الجانبية وتسيطرة على التشنجات مهم نعرف انه في بعض الحالات بما انه باثر على قنوات الصوديوم يمكن انه يخفف او يبط حركة الكهرباء في القلب مما يؤدي الى بطء الحركة في القلب بزيد الPR interval في اشي في تخطيط القلب يمكن انه يزيد وقته وهذا يؤدي الى بطء في حركة القلب عند بعض الحالات اللي عندهم مشاكل في القلب سابقاً او عندهم اريثمياز او اختلالات في ترتيب نبضات القلب فيفضل انه قبل اعطاء اللاكوزة مايدة عمل تخطيط للقلب واذا كان طبيعي بنقدر نبلش الدواء اذا كان فيها مشكلة يفضل انه نبعد عن هذا الدواء لانه يمكن اثر على القلب اذا كان عندك مشكلة في القلب او متلازمة بروغادا او اي اشياء اخرى في عمل القلب يفضل انه تستشير الطبيب وطبيب القلب قبل ما نبلش الدواء وبعد ما نبلش الدواء لازم نعيد تخطيط القلب عشان نتأكد انه ما اثر على القلب والكهرباء تبعت القلب عند الحالات الطبيعية اليوم ما في داعنا نعمل تخطيط القلب اذا كان المريض ما يعاني من مشاكل في القلب في حالات الفشل الكبدي او فشل الكلوي ما بنغير الجرعات اللي بنبدأ فيها اللاكوزومايد ولكن الجرعة النهائية عادة ما بنقللها ل 75% من الجرعة اللي لازم نعطيها للشخص العادي بدون مشاكل في الكلية وفي حالة الغسيل الكلة الناس اللي عندهم فشل كلاوي بيحتاجوا للغسيلة سمح الله في هذه الحالات يتم فلترة اللاكوزومايد عن طريق غسيل الكلة تقريبا 50% من اللاكوزومايد في الدم بتم فلترته وينصح باخذ جرعة معززة بعد كل جلسة غسيل الكلة بناخذ 50% من الجرعة فمثلا اذا كنت تاخذ 100 ميلي جرام صباحا و100 ميلي جرام مساءا تاخذ الصباحا ومساءا بشكل عادي وبعد جلسة الغسيل الكلة بتاخذ نصف حبي يعني 50 ميلي جرام بعد كل جلسة غسيل الكلة وهذا عشان نحافظ على نسبة من الدواء مستقرة في الدم احكوا لي في التعليقات هل اخذت دواء اللاكوزومايد وهل كان في عندك اي عراض جنبية من هذا العلاج ماذا افعل اذا اللاكوزومايد لم يعالج النوبات عندي هناك كثير من الاسباب ليش علاج الصراع ما يعالج النوبات والتشنجات من اهمها انه ما رفعنا العلاج بجرعات عالية او ما يعطنا وقت كافي انه يعطي المفعول فلازم انه نعطي الدواء اقل اشي من ثلاث الى ست شهور ونرفع الجرعة لجرعات عالية مثلا بالنسبة للاكوزومايد 200-300 ميلي جرام مرتين يوميا عشان نقدر نحكم انه شغال ولا لا في بعض الحالات يمكن يكون تعاني من السرع المستعصي حتى لو اعطينا الادوية راح تظلها تشنجة موجودة عند 25% من الحالات وانا شرحت السرع المستعصي بالتفصيل في فيديو راح حطه في وصف هذا الفيديو يمكن تشوفوه ما هي العراض الجانبية للاكوزومايد؟ الاكوزومايد يعتبر من الادوية الامنة وقليلة العراض الجانبية ولكن في البداية يمكن تحدث بعض العراض الجانبية خاصة الدوار والدوخة والغثيان ويمكن عدم التوازن والتأرجح والترنح كل هاي يمكن تكون في البداية وبالعادي بتتحسن مع الوقت لما الدماغ يتعود على هذا العلاج ويتأقلم معه والعراض الجانبية يمكن تكون اكثر مبالغ فيها اذا كان اللاكوزومايد بنعطم مع ادوية مضادات قنوات السوديوم زي الفينيتوين اللي هو الإبانوتين او الكربامازيبين التجريتول لانه اثنين بيشتغل على نفس القنوات السوديوم بيأثروا عليها بشكل اكبر ومثل كل ادوية الصراع الاخرى هناك تحذير من افكار انتحارية قد تحصل مع دواء اللاكوزومايد بشكل نادر ومثل ما حكينا سابقا يمكن اثر على نباضات القلب ويؤدي الى هارت بلاك يعني يمكن مشاكل في القلب عشانيك لازم نعمل تخطيط للقلب اذا كان عند الشخص مشكلة في القلب سابقا ولازم نعرف انه هاي الاعراض الجانبية تعتمد على الجرعة مثلا اذا خدت مثلا 50 ميلي جرام يمكن يكون التأثير بسيط بعد نزيد 100 200 300 يمكن التأثير يكون اكبر على القلب هل يمكن قيادة السيارة او شرب الكحول مع اللاكوزومايد اللاكوزومايد بما انه بيؤدي الى دوخة ونعاس في بداية اخذ الدواء ينصح بعدم قيادة السيارة والمركبات لما نأخذ اللاكوزومايد حتى نعطي وقت كافي للجسم انه يتعوض على العلاج واذا ما كان فيه اعراض جانبية وقتها بتقدر تقود السيارة بدون مشكلة وطبعا ما تقود السيارة اذا كانت النوبات غير مسيطرة عليها وعادة ننصح تقريبا من ثلاث الى ست شهور من اخر نوبة عشان تقدر تقود السيارة بامان وينصح بتجنب شرب الكحوليات مع اللاكوزومايد لانه بتفاعل معه يمكن يزيد النوم والاعراض الجانبية كيف يمكن ايقاف اللاكوزومايد اذا لم يعالجني اذا قررنا وقف اللاكوزومايد لا يمكن وقفه بشكل فجائي مهم جدا ادوية السرع لا توقف بشكل فجائي لازم يتم سحبها بالتدريج تحت اشراف الطبيب وعادة ما بنسحب الدواء ما بين شهر الى شهرين حتى لا تحدث اعراض انسحابية فيها نوبات السرع الا اذا كان في حيات حساسية مفرطة وقتها بنقدر نوقف اللاكوزومايد بشكل فجائي هل هناك فرق ما بين النوعية فيمبات او الادوية المكافئة الاخرى للاكوزومايد دراسات بينات انه لا يوجد فرق كبير ما بين الفيمبات وهو البراند نيم الاصلي او والادوية المكافئة الها الهي الجيناريكس الاكوزومايد وما في مشكلة ان شاء الله لو تغيرت من دواء الى اخر ولكن مهم جدا انه تفحص نسبة الدواء في الدم قبل وقف فيمبات ولما نعطي الدواء المكافئة نفحص نسبة الدواء عشان نتأكد انه ما تصار فيه تغييرات على نسبة الدواء في الدم هل اللاكوزومايد امن في الحمل والرضاعة؟ بما انه اللاكوزومايد دواء جديد نسبيا ففيش كثير دراسات علمية على هذا الدواء انه امن في الحمل ام لا ولكن الدراسات المتوفرة حاليا بينات انه بشكل عام هو امن في الحمل وما فيه اي تشوهات خلقية كبيرة بتحصل معه اذا حصل عندك حمل وقت اخذ اللاكوزومايد ينصح انه تستشير الطبيب النسائية والطبيب السرع وتسجل نفسك فيه المراكز اللي بتراكب تأثير الادوية على مرض السرع عشان نقدر انه نعرف هاي المعلومات ان شاء الله مع الوقت وينصح باقي الرضاعة الطبيعية مع وجود ادوية السرع لانه بشكل عام ادوية السرع امنة في الرضاعة واللاكوزومايد امن في الرضاعة ويمكن انه جزء بسيط منه يدخل في الحليب وان شاء الله ما فيه مشكلة من هذا ولكن مهم انه نراقب الطفل اذا كان فيه عنده طفل نوم كبير او نعاس بشكل مفرط يمكن يكون من تأثير هذا الدواء بما انه عرفنا كل خصائص الليكوزومايد ما هي الحالات الافضل لاستخدام الليكوزومايد عندها يستخدم الليكوزومايد في الحالات اللي عندهم نوبات سرع شديدة ومتكررة في البداية لانه ما في عنا وقت انه نزيد الجرعات لادوية اخرى يمكن تاخد وقت طويل فبنعطي الليكوزومايد ويمكن نصر الجرع الاعلاجية بشكل سريع في اسبوع او اسبوعين ويمكن انه نعطيه عند الحالات اللي عندهم سرع عام لانه يمكن يعالج السرع البؤري والسرع العام وبما ان الليكوزومايد لا يؤثر على الحالة النفسية يفضل اخذوا عند الحالات اللي عندهم تاريخ مرضي من الاكتئاب او التوتر اللي مثلا يمكن سوء الحالة اذا اخذوا بعض الادوية زي الليفيتراستام او الكبرى فبنعطيهم الليكوزومايد بيكون اقمن عندهم من اخذ الكبرى ويمكن استخدامه في المستشفى في الحالات الصراعية وعن طريق اخذه في الوريد عند كبار السن بعد سن 65 يمكن يكون حاسزيتهم اكثر لادوية الصراع واذا اعطناهم الفينبات الدزينس والدوخة يمكن تكون اكثر عشان هيك بنبدأ بجرعات اقل مثلا يمكن نبدأ في 25 ميلي جرام بدل 50 ونتدرج بشكل ابطاء عشان ما يصير عندهم عراض جانبية كثيرة الكوزومايد كان واحد من عديد جدا من ادوية الصراع وعشان تفهم كل ادوية الصراع وخصائص كل دواء ومين هو الدواء المناسب لحالتك يمكن تشوف هذا الفيديو اللي حطت فيه كل ادوية الصراع بشكل ميسر ان شاء الله ولا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا